على السعيد الأوروبي سندافع عن نفس الموقف الذي ندافع عنه في بلجيكا دعم مخطط الحكم الذاتي دي الهدف الواضح إنه اعتراف بمغربية هذا الجزء من التراب الوطني لذلك سندافع عن هذا الموقف داخل المجموعة الأوروبية مرة أخرى للخروج من حالة الانسداد هذا الانسداد الذي يأتي كنتيجة تاريخية وأعتقد أن مرور كل هذا الوقت يجب أن يعطي آثاره يجب أن ننظر بوضوح إلى التاريخ وأن هناك قانونا دوليا يجب احترامه دائما في جميع الظروف يجب أن تأخذ الحقائق بعين الاعتبار والحقيقة اليوم أن هذه الأقاليم تدار بالكامل من قبل المغرب وبنجاح كبير عندما نرى حالة السلام والتنمية الاقتصادية والتنمية السياحية وانخراط الساكنة المحلية